سأكمل كلامي من حيث انتهيت في الحلقة الماضية هذا هو الجزء الأول سأقرأ عليكم بعضاً مما جاء في الجزء الأول من الفتوحات المكية بحسب هذه الطبعة هذه الأجزاء هي أجزاء الفتوحات المكية لابن عربي وبالمناسبة كثيرون يسألون عن مذهب ابن عربي ابن عربي من بيئة مالكية فهو مغربي من بيئة مالكية فبداياته قطعاً قطعاً كان مالكياً لكن شيئاً يعرف بين المتصوفة إنهم يعدلون عن مذاهبهم إلى المذهب الشافعي في مرحلة من مراحل سلوكهم وتصوفهم ويبدو أن ابن عربي قد فعل هذا أيضاً أما القول بتشيعه فلا دليل عليه ولو سألت العرفاء الشيعة عن دليل يثبت تشيع ابن عربي فإنهم لا يملكون كلمة واحدة في كتبه يقولون إن كتبه محرفة لكنهم يعتمدون عليها ويستدلون بها وكأنهم حينما يذكرون شيئاً من كلامه يذكرون آية من كتاب الله أتحدث عن عرفاء الشيعة عن هؤلاء المخذولين عن متصوفة الشيعة غاية ما عندهم إذا ما أرادوا أن يثبتوا تشيع ابن عربي غاية ما عندهم نقطتان النقطة الأولى يقولون ليس معقولاً أن رجلاً كابن عربي بلغ ما بلغ من العلم والفهم والتحقيق ولا يصبح شيعياً لا يعرف الحقيقة أيه منطق هل هذا كلام تقبله العقول أيه رائع هذا النقطة الثانية يقولون من أنهم من طريق الكشف أي كشف هذا ككشف الرجبيين الذين يتحدث عنهم ابن عربي من أنهم تارة يرون الشيعة كلاباً وتارة يرون الشيعة خنازير كهذا الكشف أيه كشف أيه رائع هذا الذي أنتم تتحدثون عنه لا أريد أن أغوص في هذه الترهات التي لا قيمة لها ما أنتم ما أنتم يا أيها الصوفيون ويا أيها العرفانيون تقولون من أن الكشف يتغير من حال إلى حال ومن أن الوقت وهو مصطلح صوفي ويستعمله عرفاء الشيعة أيضاً المراد من الوقت ليس الزمان المراد من الوقت حالة الكشف في شروط معينة لصاحب الوقت لصاحب الوقت الذي يكشف له هذا إذا اتفقنا من أن هذا يتحقق فعلاً على أرض الواقع أنا لا أنكر الكشف أساساً لكن أكثر ما يقال له كشف إن كان من الكشف العلمي الذي لا يقع في دائرة المحسوسات في الأعم الأغلبي هذه إلقاءات الشيطان في الأعم الأغلبي وأما الكشف الذي يقع في دائرة الحس في دائرة المرء والمسموع أو في دائرة الحس المشترك هذه التفاصيل موجودة مفصلة في كتب الصوفية وفي كتب العرفانيين ولا أريد أن أدخل في تلافيفها فكلها هراء في هراء حتى هذا إذا إذا اتفقنا معكم وقبلنا منكم ما تقولون أنتم تقولون من أن الوقت يكون مناسبا لصاحب الوقت من أن الكشف يكون مناسبا لصاحب الكشف وبحسب الحال الذي هو عليه قطعا لا يوجد أحد معصوم من أهل الكشف فحاله ليس معصوما فكشفه ليس معصوما لا قيمة له إنها أمور طارئة تطرأ على الذين يمارسون الرياضات وذا موضوع كبير وحسع تختلط فيه الأوهام والحقائق ويمتزج فيه الصدق مع الكذب أنا لا أريد أن أفتح الأبواب على مصارعها في مثل هذه المطالب إنما سأقرأ عليكم من هراء بن عربي في فتوحاته المكية وهذا هو الجزء الأول من الطبعة التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة السادسة بعد العاشرة في مقدمة الكتاب ماذا يقول ابن عربي دقيق النظر معي يقول الذي شاهدته شاهده ابن عربي في مستوى المشاهدة ومستوى ومستوى الكشف قطعا هناك مراتب هناك الكشف وهناك المشاهدة وهناك المعاينة والكشف مراتب والمشاهدة مراتب والمعاينة مراتب هذا بحسب ابن عربي وبحسب المتصوفة وبحسب عرفاء الشيعة بحسب هذه الأجواء هناك مراتب ودرجات في الكشف وفي المشاهدة وفي المعاينة الذي شاهدته عند إنشاء هذه الخطبة في عالم حقائق المثال وهذا مستوى من مستويات المكاشفة هناك مكاشفات في عالم المثال يتحدث عنها وعالم المثال ربما 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 يقصدون منه عالم الملكوت فهناك من يطلق هذا المصطلح عالم الملكوت على عالم المثال وهناك من يفرق بين العالمين لأن عالم الملكوت يكون أعلى وأرقى من عالم المثال وعالم المثال هو العالم المتدني والذي يقع ما بين العالم الدنيوي وبين عالم الملكوت آراءهم مختلفة حتى ابن عربي نفسه تختلف أقواله في أول الكتاب في أوسط الكتاب في آخر الكتاب مذهب ابن عربي كي أكمل كلامي فيه من وجهة نظري من خلال تتبعي لتأريخه ولكتبه إنني أعتقد أن ابن عربي له مذهبه الخاص به لا علاقة له لا بالمذاهب السنية المعروفة قد يكون مالكيا في أول أمره ربما تحول شافعيا من خلال القرائن في مرحلة من مراحل سلوكه وتصوفه لم يصبح شيعيا قطعان لا علاقة له بالتشيع الرجل عنده مذهبه الخاص وهذا يتضح من كتابه الفتوحات المكية لأنني تتبعت الآراء الفقهية والفتوائية التي يذكرها في هذا الكتاب لا تشابه المذاهب السنية الأخرى قد يلتق في بعضها مع بعض المذاهب لكنني إذا جمعت آراءه في الكتاب كله فهو على مذهب خاص به وما هذا بغريب الرجل عملاق في العلوم الدينية بغض النظر هل هي علوم حق أم علوم باطل هل هو على هدى أم هو على ضلال لكن الرجل عملاق في باب العلم والمعرفة الدينية بغض النظر عن هداها أو ضلالها ولذا فإن ابن عربي بحسب ما أعتقد ويمكن للمحققين أن يتأكدوا من كلامي هذا إذا ما دققوا في الآراء الفقهية المذكورة في الفتوحات المكية لا يستطيع أحد منهم أن ينسبها بكلها إلى مذهب من المذاهب السنية أو إلى المذهب الشيعي لا يستطيع أحد أن يفعل ذلك فهو يشكل لنفسه مذهبه الخاص وما ذلك بأمر عسير عليه ولا هو بمستغرب الرجل عالم موسعي في باب العلوم والمعارف الدينية قطعا في الأجواء السنية لا علم له بمعارف العترة الطاهرة على الإطلاق لا يفقه شيئا منها أقول هذا وأنا متأكد مما أقول لأنني بحثت في كل كتبه ليس في هذه الأيام عبر السنين عبر العقود الماضية من هذا العمر الذي انقضى أعود إلى كلام ابن عربي الذي شاهدته عند إنشاء هذه الخطبة في عالم حقائق المثال في حضرة الجلال مكاشفة قلبية في حضرة غيبية غيبية خيالات 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 إنه يتحدث عن مكاشفات قلبية يعني ليست في مستوى الحس ولا في مستوى الحس المشترك هذه مكاشفات علمية وجدانية روحية قولوا ما شئتم الذي شاهدته عند إنشاء هذه الخطبة في عالم حقائق المثال في حضرة الجلال مكاشفة قلبية في حضرة غيبية ولما شهدته صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني ماذا تعني دينا أبتار ونحن نتحدث عن دين هذا الأبتر ابن الأبتار ولما شهدته صلى الله عليه وسلم في ذلك العالم سيدا معصوم المقاصد محفوظ المشاهد منصورا مؤيدا وجميع الرسل بين يديه مصطفون يتحدث عن رسول الله وأمته التي هي خير أمة أمته خير أمة الأمة التي قتلت علي ابن أبي طالب هي هذه خير أمته الأمة التي داست صدر الحسين بحوافر الخيول هي هذه خير أمة الأمة التي ملأت كتب صحاحها بالأحاديث المكذوبة على رسول الله تنتقص من مقامه هي هذه خير أمة تفع على هذه الأمة الغادرة الفاجرة على هذه الأمة الخائنة أية أمة هي هذه التي خير أمة محمد صلى الله عليه وآله يقول حسين مني وأنا من حسين وهذه الأمة بكل سيوفها وبكل حقدها قطعوه تقطيعا وداسوه بحوافر الخيول شمر ابن ذي الجوش يقول له إني أذبحك يا حسين بخضا لأبيك علي ابن أبي طالب هي هذه الأمة التي هي خير أمة وأمته التي هي خير أمة أمة النبي عترته الطاهرة وشعتهم الأطهار من أمثال سلمان والمقداد وأبي ذار هؤلاء أمة النبي وهؤلاء هم خير أمة لكن ابن عربي لا يتحدث عن هؤلاء يتحدث عن الأمة التي تحدثت عنها قبل قليل وأمته التي هي خير أمة عليهم التفون وملائكة التسخير من حول عرش مقامه حافون والملائكة والملائكة المولدة من الأعمال بين يديه صافون والصديق يعني أبا بكر والصديق على يمينه الأنفاس والفاروق على يساره الأقداس يعني عمر والختم بين يديه قد حنى يخبره بحديث الأنثى وعلي يترجم عن الختم بلسانه من هو الختم قد يقصد به المهدي صلوات الله وسلامه عليه فهذا هو الختم وقد يشير به إلى نفسه لأنه هو الذي يقول والصفية من أتباعه من السنة أو من الشيعة يقولون من أن محمد صلى الله عليه وآله ختم النبوة ومن أن ابن عربي ختم الولاية فمحمد ختم النبوة وابن عربي ختم الولاية والختم بين يديه قد حنى يخبره بحديث الأنثى وعلي يترجم عن الختم بلسانه وذو النورين يعني عثمان مجتمل برداء حيائه مقبل على شأنه فالتفت السيد الأعلى يعني محمدا صلى الله عليه وآله فالتفت السيد الأعلى والمورد العذب الأحلى والنور الأكشف الأجلى فرآني وراء الختم فرآني وراء الختم قد تقولون من أن كلام ابن عربي يبين أن الختم شيء وأنه هو شيء آخر فلماذا قلت قبل قليل من أن الختم هو ابن عربي لست أنا الذي أقول هم الذين يقولون هذا الكلام الصوفية فيتحدثون عن مقام غيبي لابن عربي فحينما يتحدث عن نفسه وعن الختم فكأنه يتحدث عن نفسه مرتين لكنني أعتقد أنه يتحدث عن المهدي فالختم هو المهدي صلوات الله عليه فرآني وراء الختم لاشتراك بيني وبينه في الحكم لهذا قلت لكم يقولون من أن الختم هو المقام الغيبي لابن عربي لأنه يقول هنا لاشتراك بيني وبينه في الحكم لكنني لا أعتقد ذلك أنه يتحدث عن المهدي لأنه في طوايا كتبه يصف المهدي بأنه ختم للولاية ويصف نفسه كذلك بأنه ختم للولاية فقال له السيد السيد محمد صلى الله عليه وآله قال لمن قال للختم فقال له السيد هذا عديلك عديلك مساويك في المرتبة هذا عديلك وابنك وابنك المعنوي وخليلك أنصب له منبر الطرفاء بين يدي ثم أشار إلي محمد صلى الله عليه وآله أشار إلى ابن عربي ثم أشار إلي أن قم يا محمد ابن عربي اسمه محمد هذا الاسم المشهور محي الدين هذا لقب فابن عربي اسمه محمد ولذا إذا نذهب إلى اسمه في المقدمة الشيخ الأكبر محي الدين ابن العربي هو أبو عبد الله محمد ابن علي إلى آخر ما جاء في اسمه ونسبه فابن عربي اسمه محمد ثم أشار إلي أن قم يا محمد عليه فاثن على من أرسلني وعلي أن قم يا محمد عليه قم على المنبر على منبر الطرفاء ثم ثم أشار إلي أن قم يا محمد عليه فاثن على من أرسلني على الله وعلي فإن فيك شعرة مني لا صبر لها عني هي السلطانة في ذاتيتك فلا ترجع إلي إلا بكليتك ولا بد لها من الرجوع إلى اللقاء فإنها ليست من عالم الشقاء فما كان مني بعد بعثي شيء في شيء إلا سعد كان سعيدا وكان ممن شكر في الملأ الأعلى وحمد فنصب الختم المنبر في ذلك المشهد الأخطر وعلى جبهة المنبر مكتوب بالنور الأزهر هذا هو المقام المحمدي الأطهر يعني أن ابن عربي مقامه المقام المحمدي الأطهر من رقى فيه فقد ورثه فهو وارث المقام المحمدي الأطهر وأرسله الحق حافظا لحرمة الشريعة وبعثه وبعثه ووهبت في ذلك الوقت مواهب الحكم أو مواهب الحكم والمعنى واحد حتى كأني أوتيت جوامع الكلم الذي أوتي جوامع الكلم هو رسول الله صلى الله عليه وآله إنه يجمع كل خصال رسول الله وكل مقاماته في عالم الغيب والشهادة فيجعلها لنفسه ابن عربي حتى كأني أوتيت جوامع الكلم فشكرت الله عز وجل وصعدت أعلاه صعدت على منبر الطرفاء وحصلت في موضع وقوفه ومستوى وبسط لي على الدرجة التي أنا فيها كم قميص أبيض فوقفت عليه هذا كله كان يراه في قلبه هالسماك العدس فول مدمس فلافل طعمية شنو ماكل أو بطنة منفوخة وقام يسربت علينا بهذه سربتة التي لا يعرف أولها من آخرها وكتابه كله بمثل هذا الهراء ماذا ننتفع نحن من هذا اللغ يا عرفاء الشيعة ماذا تنتفعون من هذا الهراء وحديث الخراء هذا ماذا تنتفعون من حتى لو كان ابن عربي صادقا في كلامه فما علاقتنا بابن عربي فليكن ابن عربي نبي هل أمرنا رسول الله أن نأخذ الدين من ابن عربي حديث الثقلين واضح وصريح وصحيح يا أيها الشيعة ويا أيها السنة موجود في كتبكم يا أيها السنة موجود في كتبكم يا أيها الشيعة القرآن موجود عندكم يا أيها السنة والقرآن موجود عندكم يا أيها الشيعة والعترة معروفة مشخصة وكتب حديثهم معروفة فمحدثوا السنة أعداء العترة لم يحدثوا عنه القضية واضحة صريحة بين هناك قرآن هو هو موجود عند السنة والشيعة وهناك حديث الثقلين هو هو موجود عند السنة والشيعة السنة قالوا بصحته والشيعة قالوا بصحته وهو واضح وصريح إذا كان الإنسان منصفا وعاد إليه ونظر في آيات القرآن ودقق فيما عرضته من المطالب بخصوص حديث الثقلين القضية واضحة هناك هناك عطرة ولا بد أن تكون العطرة هذه قد فسرت قرآنها لا يوجد مصدر لحديث العطرة إلا في الكتب الشيعية وهناك انفصام واضح بين الكتب السنية والكتب الشيعية محدثوء السنة لا يحدثون عن العطرة الطاهرة وأصحاب العطرة الطاهرة لا يحدثون إلا عن العطرة الطاهرة كتبهم موجودة ونحن نعرفها وبإمكاني أن أتحدث عن تأريخ كتبهم وعن أن الكتب التي عندنا في المكتبة الشيعية من حديث العطرة هذه هي كتبهم الحقيقية وأعتقد أن برامج التي أشرح فيها حديث العطرة يأتي مطابقا وموافقا لحقائق القرآن لهي أدل دليل على أن كتب الحديث في المكتبة الشيعية هي كتب حديث العطرة فقط وفقط وفقط هذا هو الدين الدين واضح لجأن لكم بالمرجع الشيعي الفلاني وبالشيخ الشيعي الفلاني نحن نتحدث عن قرآن الله ونتحدث عن حديث الثقلين الذي هو حديث رسول الله ونتحدث عن واقع على الأرض العطرة لا بد أن تفسر القرآن ولا بد أن تعلم الناس فأين علم العطرة هل هو في صحيح البخاري البخاري الذي لم ينقل حديثا واحدا عن إمامنا الصادق حديث العطرة في هذه الكتب الشيعية المعروفة في الكاف وأخواته وبرامج التي هي في آلاف من الساعات أدل دليل على صحة هذه الكتب لأنني أتحدث بحديثهم دائما وبرامج مشحونة بأحاديثهم وأنا لا أتحدث بشيء إلا وأعود إلى القرآن لا شأن لي بما يقوله مراجع النجفي وكربلاء من الذين ماتوا أو من الأحياء إنني أعود إلى قرآنهم والذين يتابعون برامج يجدون الحقيقة واضحة جلية هناك قرآن الله وهناك حديث الثقلين وهناك بيعة الغدير وهناك حديث العترة في كتبهم وكتبهم مميزة لأن السنيين لا علاقة لهم بكتب العترة الطاهرة وإذا أراد السنيون أن ينكروا هذه الكتب نقول إذن أين حديث العترة فحديث الثقلين يخبرنا بأن العترة ستتكلم وتتكلم وتتكلم إلى أن تعود إلى رسول الله يوم القيامة ستبقى تتكلم فأين كلام العترة حتى يرد علي الحوت ما إن تمسكتم بهما نحن كيف نتمسك بالعترة نتمسك بثيابهم مثلا نتمسك بثيابهم ولكن النبي لا يقصد هذا نتمسك بعروة أبواب بيوتهم نتمسك بها ونقبلها ونتبرك بها ولكن حديث الثقلين لا يقصد هذا حديث الثقلين واضح حين قرن بين العترة وبين الكتاب فإن الكتاب كلام وهذا الكلام القرآن نفسه قال عن من أنه لا يعلمه إلا الله والراسخون في العلم إذن العترة تتكلم أين كلام العترة إذا لم يكن هو هذا الذي في المكتبة الشيعية أين هو تقولون في المكتبة السنية أين هو في المكتبة السنية في أي مصدر لا يوجد إلا الكتب التي في المكتبة الشيعية هذا هو حديث العترة وهذا أدل دليل على بطلان كتب السنة وعلى أن أحاديثهم مكذوبة لأن حديث العترة يختلف اختلافا كاملا عن أحاديث كتب السنة القضية واضحة واضحة الدين لا يؤخذ لا من ابن عرب هذا الأثوال ولا من المكتبة السنية ولا من مراجع النجف وكربلاء أتحدث عن كتبهم ورسائلهم العملية وعن كتبهم العقائدية وعن العرفانيين منهم لا يؤخذ الدين من هؤلاء الدين يؤخذ من قرآن محمد وهو وهو موجود عند الشيعة والسنة ويؤخذ من حديث العترة إنها عترة محمد لا هي بعترة الصحابة ولا بعترة ابن عربي ولا بعترة مراجع النجف وكربلاء إنها عترة محمد والدين دين محمد القرآن قرآن محمد والعترة عترة محمد وحديث العترة هو حديث محمد هم الذين يقولون حديثي حديث أبي حديث جدي حديث رسول الله حديثهم حديث محمد وهم أعرف الخلق بمحمد وبرب محمد إنهم العترة الطاهرة يا أيها الباحثون عن دين محمد هذه علائم ومعالم دين محمد أعتقد أن الأمر واضح أن الأمر واضح ولكن ماذا نصنع لهذه الدنيا ومطامعها ومطامحها ضع رجال الدين السنة في هذه الدنيا وضع رجال الدين الشيعة في هذه الدنيا أيضا وراحوا يخبطون خبط عشواء العشواء هي الناقة التي لا ترى فإنها حينما تتحرك تتعثر هنا وهناك وحينما تأكل من أعشاب الأرض وحشائشها فإنها تأكل في مكان وتتركه وتذهب إلى مكان آخر لأنها لا تستطيع أن تأكل بالتنظيم والترتيب لا ترى إنها عشواء هذا هو الذي يقال له من أن الرجل أو من أن المجموعة أو من أن العلماء من علماء الشيعة أو السنة خبطوا خبط عشواء كالناقة الجائعة التي لا ترى تأكل من هنا شيئا ومن هناك شيئا وربما تدوس على كائن حي وربما تقع في حفرة ولا تعرف طريقها هذا هو خبط العشواء علماء السنة خبطوا في الدين خبط عشواء وعلماء الشيعة أتحدث عن الشيعة الطوسيين خبطوا في الدين خبط عشواء وهذا ابن عربي يخبط خبط عشواء وهذا كلامه أدل دليل على ذلك نذهب إلى فاصل يقول ابن عربي وبسط لي محمد صلى الله عليه وآله بسط لابن عربي حينما كان قد ارتقى على منبر الطرفاء بسط له كم قميص أبيض وبسط لي على الدرجة التي أنا فيها كم قميص أبيض فوقفت عليه حتى لا أباشر الموضع الذي باشره صلى الله عليه وسلم بقدميه صلاة بتراء تعني دينا أبتر هذه القضية تذكرها دائما حتى لا أباشر الموضع الذي باشره صلى الله عليه وسلم بقدميه تنزيها له وتشريفا وتنبيها لنا وتعريفا أن المقام الذي شاهده من ربه لا يشاهده الورثة إلا من وراء ثوبه باعتبار أن ابن عربي هو وارث النبي صلى الله عليه وآله ولولا ذلك لكشفنا ما كشف ما كشف محمد صلى الله عليه وآله وعرفنا ما عرف تصطير في الكلام تصطير في الكلام هذا الذي تحدث عنه ابن عربي لا حقيقة له ما قيمة ابن عربي حتى يصل إلى هذه المنازل هذه المنازل منازل آل محمد مثلما يسرق مراجع النجف وكربلاء ما يحتاجون إليه من منازل إمام زماننا يأتي هذا اللعين فيسرق منازل إمام زماننا بحسب ما يحتاجه هو عدة العمل بالنسبة له هو أن يضحك على الصوفيين من تلامذته وأتباعه بهذا الهراء من أنه يحلق في الملأ الأعلى هذه التفاصيل كانت في مكاشفة قلبية كما هو يقول في حضرة غيبية كلام مسجوع سجع الكهان في الجاهلية أفضل منه بكثير قارنوا بين سجع الكهان في الجاهلية لكهان كانوا يعبدون الأصنام له أفضل وأبلغ وأجمل وأحلى ويعطي معان فيها الفائدة عودوا إلى سجع الكهان في كتب الأدب وفي كتب التعريخ والسيار وقارنوا بين هذا الهراء وبين وبين سجع الكهان في العصر الجاهلي أذهب إلى الصفحة التاسعة بعد المئة لازلت أقرأ عليكم من الجزء الأول فالعارف يألف الحال ويأنس به يألف الحال إنه التجلي الذي يتجلى في العارف من قبل الله هذا هو الحال حينما يتحدثون عن الحال إنهم بتعبير أوضح يتحدثون عن حالة التواصل فيما بين العارف بالله وبين الله فما يتجلى به الله على العارف أو في العارف في بعض الأحيان يكون التجلي على العارف وفي بعض الأحيان يكون التجلي في العارف وفي بعض الأحيان يكون التجلي للعارف فهناك تجل على العارف وهناك تجل للعارف وهناك تجل في العارف قطعاً هناك تجل أعلى من العارف هراء العرف هراء العرف هراء العرف هراء العرف أعود إلى كلام ابن عربي فالعارف فالعارف كان المقام لشرحها وبيانها لفصلت لكم القول فيها تفصيلاً فالعارف يألف الحال ويأنس به نودي عليه السلام رسول الله سلام أبتار يعني ديناً أبتار أباترة تناؤلها دينهم أبتار نودي عليه السلام في ليلة إسرائه في استحاشه لما استوحشه نودي عليه السلام في ليلة إسرائه في استحاشه وهل يستوحش رسول الله في الإسرائي وهو في أقرب مكان من الله على أي حال أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل المطالب لأنه قد انقضى جزء كبير من وقت الحلقة وبقي عندي كلام لابد أن أطرحه نودي عليه السلام في ليلة إسرائه في استحاشه بلغة أبي بكر الله كلمه كلم محمدا صلى الله عليه وآله بصوت أبي بكر نودي عليه السلام في ليلة إسرائه في استحاشه بلغة أبي بكر فأنس بصوت أبي بكر لماذا؟ لماذا؟ نحن في رواياتنا إن الله كلم محمدا بصوت علي لماذا؟ لماذا كلم محمدا بصوت علي كلم محمدا بصوت علي لأن محمدا وعليا حقيقة واحدة فإن الله كلم محمدا بصوت محمد صوت محمد هو صوت الله وصوت علي هو صوت الله فإن الله كلم محمدا بصوت علي لأن صوت الله له مجال ومجلا من مجال بصوت علي ولأن محمدا يحب هذا الصوت فهو إكرام من الله لمحمد محمد قد حل ضيفا فهذا إكرام من صاحب الضيافة لضيفه أن يكرمه بما يحب على أي حال هذا موضوع خارج عن بحثنا أعود إلى ما يقوله ابن عربي نودي عليه السلام في ليلة إسرائه في استحاشه بلغة أبي بكر فأنس بصوت أبي بكر لماذا لماذا يا ابن عربي خلق رسول الله وأبو بكر من طينة واحدة بالله عليكم يا أيها الصوفيون تقبلون هذا فيما فيما بينكم وبين أنفسكم محمد وأبو بكر خلق من طينة واحدة فيما بينكم وبين أنفسكم دعوني من الذي تلقلقون به أمام الناس فيما بينكم وبين أنفسكم محمد وأبو بكر خلق من طينة واحدة أم أن محمدا وعليا من شجرة واحدة ومن أن سائر الناس من شجر شتى إذا كان أبو بكر من طينة محمد هل تعتقدون أن أبا بكر هو من العترة لأن العترة من طينة محمد صلى الله عليه وآله هل تعتقدون ذلك فيما بينكم وبين أنفسكم لا حينما تلقلقون بهرائكم فيما بينكم وبين أنفسكم هل تعتقدون أن أبا بكر ومحمد صلى الله عليه وآله من طينة واحدة أي كلام هذا أي منطق هذا خلق رسول الله وأبو بكر من طينة واحدة فسبق محمد وصلى أبو بكر تصطير كلام تصطير كلام فسبق محمد وصلى أبو بكر ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ما علاقة هذه الآية بما اهتقدم من الكلام صدقون هذا الكتاب مشعون بالهراء وبالهراء الكثير لكن سمعة عظيمة أوجدوها لهذا الكتاب وقالوا عنه ما قالوا نذهب إلى فاصل في الصفحة الرابعة والعشرين بعد المائتين لازلت أقرأ عليكم من الجزء الأول من الفتوحات المكية وهو يتحدث عن سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة ولما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تذكروا تعني ديناً أبتار هذه تذكرها دائماً كلما قرأتم كتاباً من كتب السنة تذكروا دائماً من أن الصلاة البتراء تعني ديناً أبتار ولما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه السورة يعني سورة النصر بكى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحده دون من كان في ذلك المجلس وعلم أبو بكر أن الله تعالى قد نعى إلى رسول الله نفسه وهو كان أعلم الناس به أبو بكر أبو بكر كان أعلم الناس بمحمد صلى الله عليه وآله بصريح القرآن فإن أبا بكر صاحب رسول الله إذ يقول لصاحبه بينما علي بصريح القرآن وأنفسنا هو نفس رسول الله فمن الذي يكون أعلم هل الذي يوصف بأنه صاحب وصاحب في القرآن جاء في الممدوح وفي المذموم بينما هذا التعبير في واقعة المباهلة في الآية الحادية والستين بعد البسملة من سورة آل عمران وأنفسنا لا يمكن أن يحصل انفكاك فيما بينهما بينما الصاحب يمكن أن يحدث الانفكاك والانفصام بين الأصحاب فمن هو الأعلم برسول الله الأعلم الصاحب أم النفس أم الذي هو نفسه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها أنا مدينة الحكمة وعلي بابها فمن أراد الحكمة فليأتي المدينة من بابها هذا هو الذي قاله رسول الله وهذه الأحاديث بالمناسبة موجودة في كتب الشيعة وفي كتب السنة يضعفونها ماذا تتوقعون منهم؟ ماذا تتوقعون منهم؟ هل تتوقعون منهم أن يصححوا هذه الأحاديث؟ لكنها موجودة في كتبهم برغم آنافهم هذه حقائق العترة هذه أحاديث العترة هذا هو دين العترة حجج تقوم عليهم وسيسألون عنها يوم القيامة على أي أساس ضعفتم الأحاديث؟ والقرآن يقول لكم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هل تبينتم المتون؟ أم ضعفتم الأحاديث من خلال الأسانيد؟ لماذا خالفتم القرآن؟ لماذا حكمتم على هذه الأحاديث بأنها ضعيفة؟ والقرآن يقول لكم لا تبالوا بالأسانيد وإنما تبين المتون والمتون واضحة القرآن يؤيدها وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم بحسب قراءة العترة أما بحسب قراءة السنة فإن رسول الله سيكون جاهلا بالقرآن إذا قرأنا الآية بحسب قراءة السنة وما يعلم تأويله إلا الله ثم نقف ثم نبدأ بجملة استعنافية والراسقون في العلم يقولون إلى آخر الآية بحسب هذه القراءة فإن الراسقين في العلم لا يعلمون تأويل القرآن رسول الله داخل فيهم أو لا من الراسقين في العلم أو لا قطعا من الراسقين في العلم فهل رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعلم تأويل القرآن إذا كان لا يعلم تأويل القرآن كيف أمره الله أن يبين القرآن للناس القراءة السنية قراءة باطلة لا شأن لي بقراءة علماء الشيعة إنني أقرأ بقراءة العترة وقد بينتها لكم في الحلقات السابقة هذه الأحاديث يؤيدها القرآن أنا مدينة العلم وعلي بابها أنا مدينة الحكمة وعلي بابها للطريفة وليس للحقيقة جدل بين شيعي وسني السني يقول للشيعي إن جبرايل نزل على رسول الله فقط وما نزل على علي الشيعي قال له لا إذا كان جبرايل ذهب إلى محمد نزل على محمد إذا نزل عليه ألف مرة فقد نزل على علي ألفي مرة قال له وكيف ذلك؟ قال إن محمد صلى الله عليه وآله يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها فإن جبرايل يدخل من الباب ويخرج من الباب في كل مرة يمر على علي مرتين حينما يدخل من الباب وحينما يخرج من الباب للطريفة أقولها للطريفة وللجدل الذي قد يكون حقيقياً وقع بين سني وشيعي أو قد يكون افتراضياً هكذا يتحدثون في المجالس الشيعية أعود إلى ابن عربي وهو يحدثنا عن أبي بكر فيقول وهو كان أعلم الناس به وأخذ الحاضرون يتعجبون من بكائه من بكاء أبي بكر ولا يعرفون سبب ذلك في أي مقطع زماني من التاريخ حدث هذا في أي مقطع في أي كتاب في أي مصدر وإذا كان موجوداً ما هو الدليل على صحة ذلك أكثر الأشياء التي ترد في كتب التفسير وفي كتب السياري وفي كتب الحديث عند السنة يضعفونها يضعفونها والسؤال هنا هل كان أبو بكر مثلما يصفه ابن عربي كان أعلم الناس برسول الله يستمر في حديثه ويقول ما يقول من مثل هذا الهراء إلى أن يقول ثم إن هذه الطائفة من أمثال أبي بكر ثم إن هذه الطائفة إنما نالوا هذه المرتبة عند الله لأنهم صانوا قلوبهم أن يدخلها غير الله أو تتعلق بكون من الأكوان سوى الله فليس لهم جلوس إلا مع الله ولا حديث إلا مع الله هكذا كان أبو بكر فهم بالله قائمون وفي الله ناظرون وإلى الله راحلون ومنقلبون وعن الله ناطقون إذن ماذا نفعل للشيطان الذي كان يعتري أبا بكر هو الذي يتحدث عن شيطان يعتريه ماذا سنفعل له وماذا سنفعل للتأريخ أبي بكر ولماضي أبي بكر وماذا 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 سنفعل لتهديد القرآن وتقريع القرآن لأبي بكر في سورة الحجرات ماذا سنفعل لهذا والأحاديث في البخار وغيره من أن الآيات الأولى من سورة الحجرات في أبي بكر وعمار فماذا نصنع لكل هذا عمر بن الخطاب كان بهذه المنزلة أو لا قطعا كان بهذه المنزلة إذن حينما قال عن رسول الله من أنه يهجر كان ناطقا عن الله فلماذا طرده رسول الله في وقتها إذا كان عمر ناطقا عن الله فليس لهم جلوس إلا مع الله ولا حديث إلا مع الله فهم بالله قائمون وفي الله ناظرون وإلى الله راحلون ومنقلبون وعن الله ناطقون ومن الله آخذون وعلى الله متوكلون وعند الله قاطنون فما لهم معروف سواه ولا مشهود إلا إياه إلى آخر ما قاله ابن عربي عن مقام أبي بكر وأمثاله ممن هم عن الله ناطقون وهم الذين يعتريهم الشيطان الشيطان يعترينا جميعا يعتري أبا بكر ويعتريني ويعتريكم فنحن لسنا بناطقين عن الله كذاب هذا ابن عربي سفي ضال مضل كذاب فاجر إنه يضحك عليكم يضحك علينا بهذا الهراء وماذا يقول أيضا صفحة 242 فيما يرتبط بالآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة من سورة الأحزاب إنها آية التطهير ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هذه الآية واضحة ومعروفة فيما وما هو معناها معروفة عند الشيعة وعند السنة صحيح أن السنيين يدخلون نساء النبي لكن فيما بينهم وبين أنفسهم حينما يتحدثون عن أهل البيت يحتاجون إلى تذكر أن نساء النبي من أهل البيت إذا وقفوا على قبر إحدى زوجات النبي لا يتذكرون أنها من أهل البيت يقولون هذه زوجة رسول الله ولكنهم إذا وقفوا على قبر الحسين على مشهد لأمير المؤمنين أو على مشهد لفاطمة أو على مشهد للحسن أو الحسين يقولون هؤلاء أهل البيت ويقولونها بصدق وقاطعية لكنه لا يوجد إنصاف لا يوجد إنصاف لا عند الشيعة ولا عند السنة هذه أمة ظالمة أمة ظالمة يعلق ابن عربي هذا الفتحل العظيم في معارف القرآن بهرائه وخرائه هذا يعلق فيقول فدخل الشرفاء وهذا المصطلح مصطلح سني العترة لا يستعملون هذا المصطلح في ثقافة العترة لا يقال للهاشميين شرفاء وأشراف هذا مصطلح عباسي ومصطلح سني ناصبي فدخل عدد الأشراف كما يقول السنيون فإن عدد الأشراف على المذاهب السنية أكثر بكثير من عدد الأشراف بحسب المصطلح السني الذين الذين هم على المذهب الشيعي الهاشميون الذين هم على المذاهب السنية أكثر بكثير من الهاشميين الذين هم على المذهب الشيعي الذي قال كذبا من أنه مذهب العترة إنه مذهب مراجع النجف وكربلاء الطوسيين الأشراف في أفريقيا ما هم بشيعة وفي أفريقيا هناك الكثير والكثير من الأشراف إن كان ذلك في الدول العربية أو في الدول غير العربية الأشراف في الهندي وباكستان وفي تلك المنطقة الهندية التي يقال لها شبه القارة الهندية في شبه القارة الهندية الأشراف السنيون أكثر عددا من الأشراف الشيعة من الهاشميين الشيعة والأمر هو هو في إندونيسيا وفي دول الشرق الأقصى في إندونيسيا وأخواتها هناك كثير من الهاشميين أعداد هائلة وهم على المذاهب السنية وهكذا حتى في العراق وحتى في إيران وحتى في لبنان هناك من الهاشميين من هم على المذاهب السنية وفي السعودية وفي دول الخليج وفي اليمن ليس هذا موضوعنا لكن بحسب ابن عربي فإن جميع هؤلاء داخلون في آية التطهير أي هراه هذا وإي تفسير هذا فدخل الشرفاء أولاد فاطمة كلهم ومن هو من أهل البيت مثل سلمان الفارس إلى يوم القيامة كل من ينتسب إلى فاطمة فوداخل في الآية ماذا نصنع لأمير المؤمنين وهو يحذرنا من الدجالين من ولد فاطمة حذرنا من الدجالين من ولد فاطمة وإياكم والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين ونحن نشاهد هذا بأم أعيننا نحن نعيش معهم نعيش مع هؤلاء الدجالين من ولد فاطمة إن كان هذا في زماننا أو في الأزمنة المتقدمة فدخل الشرفاء أولاد فاطمة كلهم ومن هو من أهل البيت مثل سلمان الفارس إلى يوم القيامة في حكم هذه الآية من الغفران الآية لا تتحدث عن الغفران يا أيها الغبي الأثول الآية تقرر معنا حقيقيا موجودا على أرض الواقع من أن هذه الذوات ذوات منزهة عن الرج وقد طهرها الله تطير فأين معنى الغفران يا أيها الغبي الأثول يفسر الآية بأنها من آيات الغفران فدخلوا جميعا في حكم هذه الآية من الغفران فهم المطهرون اختصاصا من الله وعناية بهم لشرف محمد صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء دين أبتار لشرف محمد صلى الله عليه وسلم وعناية الله به ولا يظهر حكم هذا الشرف لأهل البيت إلا في الدار الآخرة يعني في الدنيا هم ليسوا مطهرين وإنما التطهر هذا يظهر في الدار الآخرة ولا يظهر حكم هذا الشرف لأهل البيت إلا في الدار الآخرة فإنهم يحشرون مغفورا لهم وأما في الدنيا فمن أتى منهم حدا أقيم عليه الذي يرتكب الزنا مثلا يرتكب اللواط يقام عليه الحاد نعم يقام عليهم الحاد ولكن ما علاقة هذا بالآية هذا هو الأرفان أم هذا هو الخريان ماذا تقولون خبرونا قولوا لنا هذا هو العرفان أم هذا هو الخريان بعيني إنني أخاطب عرفاء الشيعة أخاطب العرفاء الشامخين أخاطب العرفاء الواصلين من أرباح بالقلوب من الذين أنفاسهم أنفاس عالم الملكوت وهذا العرفان أم هذا هو الخريان بعينه هكذا تفهم الآيات وهكذا يفهم القرآن بهذه الطريقة الخرط ماذا يقول عرفاء الشيعة عظماء الشيعة عرفاء نا الشامخون الأولياء الكاملون أرباب الكشف والشهود إنني أقرأ عليكم من كتاب الروح المجرد للعارف الشيعي محمد حسين الطهراني من تلامذة العارف الشيعي الشهير محمد حسين الطباطباء صاحب الميزان هذه طبعة دار المحجة البيضاء صفحة 324 يحدثنا محمد حسين الطهراني وهو من الآيات العظمى هو من الآيات العظمى ومن العرفاء الشامخين ومن الشخصيات البارزة جدا على المستوى الحوزوي وعلى المستوى العرفاني صفحة 324 هكذا يقول من أن ما كتبه ابن عربي في مختلف كتبه حتى في فصوص الحكم كتب المطالب على أصول أهل السنة أما في فتوحاته المكية الذي ألفه في مكة فليس فيه ما يوافق أصول السنة لا هذا اللي جاء نقراش بهذا الكلام يضحكون عليكم أنتم يا أيها الصغار يا جحوش المدرسة العرفانية يا عجول البقر والجاموس في دروس العرفاني والسلوكي والمكاشفة والمشاهدة يا أيها الفراخ الصغار ويا أيها العجول الصغيرة يضحكون عليكم بمثل هذا الهراء أما في فتوحاته المكية التي جعلوها قرآنها قرآنها أما في فتوحاته المكية الذي ألفه في مكة فليس فيه ما يوافق أصول السنة والله ما كتبه علماء السنة من علماء الأزهر وغيرهم حتى من علماء الوهبيين له أنظفوا وأطهروا وأفضلوا وأكثروا إنصافا من هذا الهراء وهذا الخراء ويقولون لنا من أن ابن عربي فوق التشيع شي سوي صاعد فوق التشيع شي سوي من أنه فوق التشيع طيح الله حظكم على الدين وطيح الله حظكم على العرفان هذا نذهب إلى فاصل أعود إلى كلام هذا الأثول هذا المحرف والمزيف فماذا يقول ولا يظهر حكم هذا الشرف لأهل البيت إلا في الدار الآخرة فإنهم يحشرون مغفورا له فآية التطهير هي آية مغفرة بآية دلالة جعل ابن عربي هذه الآية الواضحة التي تتحدث عن أمر تكويني واضح سياقها واضح جدا جعلها في المغفرة لا توجد ألفاظ لا توجد قراء لا يوجد شيء نستمر مع هرائه وهو يحدثنا عن هذا القرآن الذي كيف يفهمه لا ندري بأية وسيلة أو بأية طريقة فإنهم يحشرون مغفورا لهم وأما في الدنيا فمن أتى منهم حدا أقيم عليه كالتائب إذا بلغ الحاكم أمره وقزن أو سرق أو شرب أقيم عليه الحد مع تحقق المغفرة كماعز وأمثاله ماعز هذا الذي أقيم عليه الحد أيام رسول الله له حكاية وتفصيل لا مجال للحديث عنه إنه ماعز إنه ماعز ابن مالك الأنصاري الذي جاء إلى رسول الله وأقر عنده بالزنا له حكاية مفصلة كماعز وأمثاله ولا يجوز ذمه وينبغي لكل مسلم مؤمن بالله بما أنزله أن يصدق الله تعالى في قوله ليذهب عنكم الرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فيعتقد في جميع ما يصدر من أهل البيت أن الله قد عفى عنهم فيه فلا ينبغي لمسلم أن يلحق المذمة بهم إلى أين يريد أن يصل هذا الناصبي القذر يريد أن يصل إلى أن النساء النبي من أهل البيت وما صدر منهن من المعاصي لا يجوز ذكره إلى هذه النتيجة يريد أن يصل إلى أن عائشة التي عادت عليا وهي في عدائها لعلي تعادي رسول الله وتعادي الله سبحانه وتعالى عدو علي هو عدو رسول الله وعدو رسول الله وعدو الله وفي بيعة غديره اللهم والي من والاه وعادي من عاداه عدو علي هو عدو الله وقد سعت إلى قتله إلى قتل علي وفعلت ما فعلت في آخر الأمر أدخلوها في آية التطهير يريد أن يصل إلى هذه النتيجة هذا الناصبي النجس وهذا العارف الشيعي الأثول محمد حسين الطهراني يقول لي من أن الفتحات المكية لم تؤلف وفقا لأصول أهل السنة والله إن أهل السنة من الأزهريين ومن الوهابيين ومن الظاهريين من أتباع ابن حزم من جميع الاتجاهات لهم أفضل بكثير حينما كتبوا في مثل هذه الموضوعات ما هذا الهراء وما هذا الخراء هذا هو عرفانكم يا أيها العرفانيون أشعة سيرقعون حينما تفضح الفضائح يقولون إن كتب ابن عربي قد حرفت ما هو الكتاب من أوله إلى آخره هكذا فهل يعقل أن كتابا يحرف من أوله إلى آخره موسوعة بالكامل تحرف من أولها إلى آخرها أي كلام هذا هل كتاب من أوله إلى آخره بهذا المنطق وبما هو أسوأ من هذا المنطق في الصفحة السادسة والأربعين بعد المائتين وما بعدها ابن عربي يتحدث عن المقامات الشامخة للعرفاء العظام ومن أقطاب هذا المقام عمر بن الخطاب وأحمد بن حنبل ولهذا قال صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء ماذا تعني ديناً أبتر تعلموها تعلموها ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في عمر بن الخطاب يذكر ما أعطاه الله من القوة يا عمر هذا كلام رسول الله بحسب ما يقول ابن عربي هنا وما هو موجود في كتب الحديث عند السنة يا عمر ما لقيك الشيطان في فج في فج في طريق في مسلك في واد من الوديان في فجاج الأرض في أنحائها يا عمر ما لقيك الشيطان في فج إلا سلك فجا غير فجك ماذا يستنتج من هذا ابن عربي فدل على عصمته هذا الحديث دال على عصمة عمر بن الخطاب فدل على عصمته بشهادة المعصوم وقد علمنا أن الشيطان ما يسلك قط بنا إلا إلى الباطل وهو غير فج عمر بن الخطاب فما كان عمر يسلك إلا فجاج الحق بالناس إلى آخر ما جاء في هذا الكلام أنا لا أعتقد أن أهل السنة من الأزهريين ومن الوهابيين ومن الظاهريين ومن سائر الاتجاهات الأخرى يقولون بمثل هذا الكلام متى صار عمر بن الخطاب معصوما إلى آخر أيام حياته وهو مطرود من مجلس رسول الله فهل حينما قال عن رسول الله من أنه يهذي هل كان معصوما أم لم يكن حينما كان يسأل عن أمور الدين أيام خلافته وكان يخطئ في الإجابة ويصحح له المصححون وكان يقول كل أحد أفقه من عمر حتى العجائز أفقه من عمر هذه كلماته المثبتة في كتب التأريخ والسير في المكتبة السنية هل كان معصوما ما هذا الهراء ما هذا الهراء يا محمد حسين الطهراني هل هذا الكتاب لم يؤلف وفقا لأصول أهل السنة صادق أن أهل السنة لا يقولون بهذا الكلام على الأقل كبار علمائهم لا يقولون بهذا الكلام فهذا الحديث عن رسول الله بحسب ابن عربي هذا الغبي الأخراق فدل على عصمته على عصمة عمر بشهادة المعصوم والكمناعي الوالدية أحاديث عصمة العترة تشككون فيها وهي واضحة صار عمر بن الخطاب معصوما أي منطق هذا أي حديث هذا وتعالوا معي إلى الصفحة الثالثة والثمانين بعد المئتين وهو يتحدث في الآية من سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وكذلك وكذلك ينبغي أن تكون زلات الأكابر غالبة نزولهم إلى المباحات لا غير وفي حكم نادر تقع منهم الكبائر قيل لأبي يزيد البصطامي وهو صوفي معروف قيل لأبي يزيد البصطامي رضي الله عنه أيعصي العارف فقال وكان أمر الله هو يتحدث عن معصية العرفة من أنها أمرا مقدرا من قبل الله سبحانه وتعالى يريد أن معصيتهم بحكم القدر النافذ فيهم لأنهم يقصدون انتهاك حرومات الله إلى أن يستمر بمثل هذا الكلام الهراء ليعود متحدثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وهذه الحالة بمنزلة البشرى في قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقد أعلمه أعلم النبي بالذنوب الواقعة المغفورة فلا حكم لها ولا لسلطانها فيه في رسول الله فإنه إذا جاء وقت ظهورها يكون في صحبتها الاسم الغفار فتنزل بالعبد هذه الذنوب ويحجب الغفار حكمها فتكون بمنزلة من يلقى في النار ولا يحترق كإبراهيم عليه السلام فكان في النار ولا حكم لها فيه بالحجاب الذي هو المانع كذلك زلة العارف صاحب مقام الكشف إلى آخر ما يقوله من هذا الهراء فما يصدر من العرفاء من المعاصي هذه المعاصي ما هي بمعاصي وإنما أمور قدر الله للعرفاء أن يفعلوها ويظهر من كلامه أنه يجعل الكلام هو هو في رسول الله صلى الله عليه وآله وحتى إذا كان لم يكن قاصدا وإنما أساء التعبير فما معنى هذا الهراء من أن معاصي العرفاء يكون الله قد قدرها عليهم وهم يرتكبون المعاصي بمثابة إبراهيم الخليل حينما ألقي في النار فإن النار كانت بردا وسلاما فكذلك معاصي هؤلاء العرفاء إنها ستكون مغفرة ومنزلة عالية ما هذا الهراء أي دين هذا هذا منطق يخالف القرآن في كل حرف من حروفه من أول القرآن إلى آخره هل أقرأ القرآن من أوله إلى آخره لأجل أن أبطل هذا الهراء وهذا الخراء في تفسير القرآن هذا هو ابن عربي وهذا عرفان ابن عربي فهل تأخذون دينكم من هذا يا أيها الشيعة الأعظم النوابخ الوقت الوقت يجري سريعاً سأقرأ عليكم بنحو سريع ما جاء في الصفحة الحادية والثمانين بعد الثلاثمائة ولذلك لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تذكروا صلاة بتراء تعني ديناً أبتر وهذا هو دين بن عربي دين أبتر وهو أبتر ابن أبتر ولذلك لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمانية الأبواب من الجنة النبي أخبرنا من أن الجنة لها ثمانية أبواب وحدثنا عن أبوابها ولذلك لما ذكر رسول الله الثمانية الأبواب من الجنة أن يدخل من أيها شاء قال أبو بكر يا رسول الله وما على الإنسان أن يدخل من الأبواب كلها فأبو بكر يريد في الوقت نفسه أن يدخل من جميع الأبواب باعتبار أن كل باب من هذه الأبواب له خصائصه وأن الداخلين في هذا الباب يتصفون بكذا وكذا قال رسول الله أرجو أن تكون منهم يا أبا بكر من الذين يدخلون من جميع الأبواب لماذا؟ لأنه قد جمع كل الكمالات فأراد أبو بكر بذلك القول ما ذكرنا أن يكون الإنسان في زمان واحد في أعمال كثيرة تعم أبواب الجنة ويستمر فيه رائه هذا إلى أن يقول ولقد رأيت رؤيا لنفسي في هذا النوع وأخذتها بشرا من الله فإنها مطابقة لحديث نبوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء تعني دينا أبتار تعلموا هذه إنني أقول هذا لأبناء وبناتي من شباب شيعة الحجة بن الحسن تعلموا هذا دائما صلاة بتراء تعني دينا أبتار يعني أن الذي يحدثكم في كتابه عن رسول الله وهو يصلي على رسول الله صلاة بتراء هذا دينه أبتر فاحذروا منه فاحذروا من هذا الأبتر ابن الأبتر ولقد رأيت رؤيا لنفسي في هذا النوع وأخذتها بشرا من الله فإنها مطابقة لحديث نبوي عن رسول الله حين ضرب لنا مثله في الأنبياء عليهم السلام فقال صلى الله عليه وسلم مثلي في الأنبياء كمثل رجل بنى حائطا فأكمله إلا لبنة واحدة فكنت أنا تلك اللبنة فلا رسول بعدي ولا نبي فشبه النبوة بالحائط والأنبياء باللبن التي قام بها هذا الحائط وهو تشبيه في غاية الحسن فإن مسمى الحائط هنا المشار إليه لم يصح ظهوره إلا باللبن فكان صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فكنت بمكة ابن عربي يتحدث عن نفسه فكنت بمكة سنة تسع وتسعين وخمسمائة أرى فيما يرى النائم الكعبة مبنية بلبن فضة وذهب لبنة فضة ولبنة ذهب وقد كملت بالبناء وما بقي فيها شيء وأنا أنظر إليها وإلى حسنها فالتفت إلى الوجه الذي بين الركن اليماني والشامي هذه أركان البيت الركن اليماني الركن الشامي الركن العراقي فالتفت إلى الوجه الذي بين الركن اليماني والشامي هو إلى الركن الشامي أقرب فوجدت موضع لبنتين لبنة فضة ولبنة ذهب ينقص من الحائط في الصفين في الصف الأعلى ينقص لبنة ذهب وفي الصف الذي يليه ينقص لبنة فضة فرأيت نفسي قد انطبعت في موضع تلك اللبنتين فكنت أنا عين تينك اللبنتين وكمل الحائط ولم يبقى في الكعبة شيء ينقص وأنا واقف أنظروا وأعلم أني واقف وأعلم أني عينتين كل لبنتين لا أشك في ذلك وأنهما عين ذاتي واستيقظت فشكرت الله تعالى وقلت متأولا أني في الأتباع في صنفي كرسول الله في الأنبياء وعسى أن أكون ممن ختم الله الولاية بي وما ذلك على الله بعزيز استنادا إلى هذا يقولون من أن ابن عربي هو ختم الولاية هو خاتمة الأولياء استنادا إلى هذا الهراء حتى لو كان ابن عربي صادقا فيما يقول كذاب هذا السافر حتى لو كان صادقا فيما يقول هذه رؤيا وما قيمتها وما قيمة ابن عربي هذا هراء دين يبنى على الهراء دين يترك نهج البلاغة ويترك الصحيفة السجادية ويترك الزيارة الجامعة الكبيرة ويترك أحاديث الكافي التي تطابق القرآن بدرجة مئة بالمئة وتطابق المنطق السليم والعقل الواضح أي دين هذا الذي يتمسك بمنامات هذا الناصبي القذر أي عرفان هذا يا عرفاء الشيعة يا أيها الشامخون الأعظم عرفانكم من يأني يجي من فوق من جو نذهب إلى فاصل أعود بكم إلى كتاب العارف الشيعي الكبير محمد حسين الطهراني الروح المجرد من الطبعة التي أشرت إليها في الصفحة الثامنة والعشرين بعد الثلاثمائة يحدثنا محمد حسين الطهراني عن إمام من أئمة العرفان الشيعي علي القاضي الطباطبائي إنه أستاذ محمد حسين الطباطبائي هذا الذي إذا ما ذكر اسمه بين العرفانيين فإنهم يمتلئون إجلالا وتعظيما وتقديسا لذكره لمجرد ذكره علي القاضي الطباطبائي إنه إمام من أئمة المدرسة العرفانية المعاصرة هو من تلامذة أحمد الكربلاء علي القاضي الطباطبائي من تلامذة عارف مشهور من عرفاء الشيعة في النجف وكربلاء في الحوزة النجفية الكربلائية إنه العارف أحمد الكربلاء وأحمد الكربلائي هذا من تلامذة أحسين قلي الهمداني إنه مؤسس العرفان الشيعي في العقود المتأخرة كل الطهراني الطهراني وهو يحدثنا عن علي القاضي الطباطبائي عباس عباس القوشاني عباس القوشاني من تلامذة علي القاضي الطباطبائي ومعدود في رموز المدرسة العرفانية وكان سماحة آية الله الشيخ عباس القوشاني يقول كنت أذهب يوميا قبل الظهر إلى محضر المرحوم القاضي يعني علي القاضي الطباطبائي لساعتين كنت أذهب يوميا هذا عباس القوشاني يقولون عن من أنه صندوق أسرار علي القاضي الطباطبائي هكذا يصفونه في الجو العرفاني في أجوائهم الخاصة كنت أذهب يوميا قبل الظهر إلى محضر المرحوم القاضي لساعتين وهو الوقت الذي يتشرف فيه جميع تلامذته والمشغوفون به بالحضور عنده وكنت في هذه السنوات الأخيرة أقرأ له كتاب الفتوحات يوميا يوميا يقرأ له عباس القوشاني في كتاب الفتوحات فكان يستمع لي فإذا ورد علينا شخص غريب فقد كنت أقطع قراءتي فيتكلم المرحوم القاضي عن مواضيع أخرى يوميا يوميا يأتي عباس القوشاني ويقرأ لعلي القاضي في كتاب الفتوحات كان عنده نسختان من كتاب الفتوحات نسخة باللغة العربية ونسخة باللغة التركية مرة يقرأ له باللغة التركية ومرة يقرأ له باللغة العربية فعلي القاضي تركي تركي تبريزي وتبريز مدينة معروفة في إيران مدينة أهلها أتراك وهناك صلة قرابة فيما بينه وبين صاحب الميزان فصاحب الميزان أيضا من آل القاضي هذا علي القاضي وصاحب الميزان محمد حسين القاضي أيضا لكنه لم يعرف ولم يشتهر بهذا اللقب وإنما عرف بمحمد حسين الطباطبائي أتحدث عن صاحب الميزان فعلي القاضي هذا يقرأ يوميا في كتاب الفتوحات أو يقرأ له إما أن يقرأ أو أن يقرأ له لكن ما نقل عنه من أنهم يقرؤون له في كتاب الكافي مثلا في أحاديث العترة الطاهرة أو أنهم يقرؤون له في تفسير القمي أو في تفسير العياشي أو في تفسير إمامنا العسكري كي يعرف حقائق القرآن إنه يأخذ حقائق القرآن من ابن عربي وأنتم شفتوا الخرط وصدقوني كتاب ابن عربي من أول إلى آخر على نفس هذا الخرط وحق الحسين من أوله إلى آخره على نفس هذا الخرط وأقولها عن علم وعن اطلاع وعن معرفة دقيقة وعن قراءة لكل سطر من سطوره والكتاب موجود وأنا ذكرت لكم على سبيل المثال عددا كثيرا من أرقام الصفحات التي يمكنكم أن تراجعوها في جميع الأجزاء من الجزء الأول إلى الجزء الثامن بحسب هذه الطبعة ويمكنكم أن تعود إلى الطبعات الأخرى ولكن أن تقارنوا بين هذه الطبعة من جهة عنوين الموضوعات كي تأثر عليها في الطبعات الأخرى علي القاضي هذا ماذا يقول بحسب ما ينقل لنا محمد حسين الطهراني وهو تلميذ تلميذه وهكذا كان يعتقد صفحة 341 من أن محي الدين يعني ابن عربي بعد فراغه من تصنيف كتاب فتوحاته المكية استظهارا بدون أن يراجع كتابا لماذا لأنه وحي من الله ما هي كتب ابن عربي وحي من الله وضعه على سطح الكعبة أدري هي الكعبة ما تتخل فوق وشلون خلوك تخلي على سطح الكعبة وبعدين ما صعد واحد عبث بالكتاب وضعه على سطح الكعبة ليبقى هناك سنة على سطح الكعبة ثم أنزله بعد ذلك فكان باقيا كما كتبه لم تبتل منه ورقة ولم تتناثر أوراقه بالرياح مع كثرة رياح مكة وأمطارها ولم يأذن للناس في استنساخها إلا بعد ذلك ما المقصود من هذا المقصود أن ابن عربي كتب الفتوحات بوحي من الله ولأجل أن يتأكد وضع ما كتبه على سطح الكعبة وقال لله الحكاية أصلها هو هذا وقال لله ما كان من عندي فأزله وما كان من عندك فأبقه بعد سنة في حر الحجاز ورياح الحجاز ورياح مكة وأمطار مكة بعد سنة صعد إلى سطح الكعبة على أساس أن الكعبة ما تتخلفه ويخلوه يلعب بها بكيفة وهو لم يكن محترما عند عامة المسلمين آنذاك كان مكفرا ابن عربي مثلما هناك من الشيعة من يكفره هناك من السنة كثيرون وكثيرون وكثيرون يكفرونه ويصفونه بالضلالة ويعدونه مبتدعا صوفيا هناك من يمتدحه ولكن كثيرون من السنيين يكفرونه ويضللونه ويجهلونه وهم صادقون في ذلك ومصيبون إصابة دقيقة فبعد سنة صعد إلى سطح الكعبة وجاء بالذي كتبه فلم يجد حرفا واحدا قد مسح هذا يعني أنه كان وحيا من الله دعني أصدق أن ابن عربي كتب الكتاب استظهارا من دون أن يرجع إلى أي مصدر من دون أن يرجع إلى المصحف من دون أن يرجع إلى كتب الحديث من دون أن يرجع إلى دواوين الشعر من دون أن يرجع إلى كتب المتصوفة الذين نقل عنهم من دون أن يرجع إلى كتب التأريخ لنفترض أنه ألف الكتاب استظهارا ونحن سنقبل بهذا عقلا هذا الأمر يمكن ممكن هذا عند شخص يمتلك قدرات مميزة يمكن هذا ولكن على أي أساس وضع الكتاب على سطح الكعبة ولنفترض أنه وضعه وفعلا بقي الكتاب على حاله لم تؤثر فيه حرارة الشمس ولا الرياح ولا الأتربة العواصف الترابية شديدة هناك ما أثرت لا الرياح ولا الأمطار ولا العواصف الترابية ولا الحرارة العالية ولم يكن هناك من أحد قد عبث به ولا عبثت به الطيور ولا تعرض إلى شيء وبقي الكتاب على حاله من أين نعرف أو من أين عرف هو ابن عربي من أن الله قد استجاب له فدل هذا على أن كل حرف في الكتاب هو من الله من أين عرف هذا؟ مع كل هذه المقدمات التي من المستبعد أن تكون قد تحققت أول شيء مستبعد أنه كتب الكتاب استظهارا من دون الرجوع إلى أي مصدر من المصادر كتاب 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 صغيرا لو كان رسالة محدودة كان يمكن ذلك كتاب كبير مصادره كثيرة جدا كيف كتبه من دون أن يعود إلى المصادر أمر مستبعد جدا ثم لا يسمحون له أن يضع الكتاب على سطح الكعبة لأن ابن عربي لم يكن محترما كان منبوذا وحتى لو سمحوا له يصعدون بعد ذلك ويعبثون بكتابه وإذا افترضنا وضع الكتاب على سطح الكعبة فهل من المعقول لم يتعرض لتغيير وتأثير من الرياح والعواصف الترابية وحرارة الجو والأمطار وغير ذلك أمور مستبعدة وحتى إذا قبلنا كل هذا ووجد كتابه لم ينقص منه حرف واحد من أين يكون الدليل القاطع من أن الله قد رضي عن كتابه ومن أن الكتاب من الله حل أن الله سبحانه وتعالى كان يشتغل صبيا عند ابن عربي حتى يمسح له مواطن الخطأ ما هذا الهراء هذا يصدق به علي القاضي الطباطباء ويعده دليلا على صحة جميع ما في كتاب الفتوحات وقد قرأت ما قرأت عليكم من هرائه وخرائه وصدقوني الكتاب من أوله إلى آخره على هذا الهراء والخراء والكتاب موجود في المكتبات وبإمكانكم أن تطلعوا عليه وأنا لا أحدثكم في زاوية مظلمة وأنا مطلع مطلع ومطلع جدا من أن الصوفيين يتابعون برامجي صدقوني أنا لا أتباهى بشيء هنا ولا أكذب عليكم لكنني على علم المعلومات عندي من أن المتصوفة يتابعون برامجي قطعا لا أتحدث عن كل المتصوفة في العالم هناك من المتصوفة من السنة ممن هم يفهمون العربية يتابعون برامجي منهم من هو في السعودية ومنهم من هو في اليمن ومنهم من هو في السودان ومنهم من هو في موريتانيا ومنهم من هو في مصر وفي سائر الدول العربية الأخرى أقول هذا الكلام عن معلومات عندي وأنا لا أريد أن أؤذيهم إنني أتحدث بلسان الحقائق لا شأن لي بهم قبلوا كلامي رفضوه اعتبروني جاهلا ضالا مهتديا على علم على معرفة أنني لا أبالي بكل هذا أنا في مقامي بيان الحقائق أنا لا أتحدث عن مذهب بعينه ولا أمدح مذهبا بعينه مذهب آبائي وأجدادي دسته بحذائي ولا أعبأ به وكفرت به من أوله إلى آخره إنني أبحث عن الحقيقة الأدلة أرشدتني إلى أن الحقيقة في دين محمد ومحمد أرشدني إلى أن الحقيقة في دين العترة الطاهرة والعترة أرشدتني إلى أن الحقيقة في أحاديثهم التي هي في الكتب المعروفة في المكتبة الشيعية أتحدث عن شيعة العترة لا أتحدث عن شيعة الطوسي الذين هم مراجع النجف وكربلة أتحدث عن شيعة العترة أتحدث عن الكليني أتحدث عن الصدوق أتحدث عن أمثال الكليني والصدوق هؤلاء هم شيعة العترة أتحدث عن هؤلاء ومن على شاكلتهم وعلى طريقتهم العترة هي التي أرشدتني إلى دينها أنا أدافع عن دين العترة ولا أبالي بأي اتجاه آخر نذهب إلى فاصل ما ذكرته لكم من ضلال ابن عربي من أهم كتبه من فصوص الحكم ومن الفتوحات المكية لا يمثل واحدا بالمئة من بقية الضلال الموجود في هذين الكتابين وهذان الكتابان هما من أفضل كتب ابن عربي سائر كتب ابن عربي إنني قد اطلعت على كثير منها بعضها ليس متوفرا ليس موجودا وإنما اطلعت على كتب ابن عربي التي توفرت في المكتبة السنية اطلعت عليها بقية كتبه أكثر ضلالا وأكثر جهالة فأفضل كتبه إذا أردنا أن نتحدث بمقياس نسبي أفضل كتبه فصوص الحكم تفسير القرآن وأتحدث عن تفسيره الكبير لأنه هناك أكثر من تفسير لابن عربي تفسير القرآن والفتوحات المكية ما ذكرته من ضلاله وسخفه وسفاهته لا يمثل شيئا بالقياس إلى الذي لم أذكره إن كان في هذه الكتب التي أشرت إليها أو في بقية كتبه بهذا تم الكلام في عنواننا الثامن أذكركم أذكركم به الأخلاق والسلوك والعرفان إنها العناوين الغارقة إنها العناوين الغارقة إلى أبعد الحدود في قذارة الفكر الناصبي هذه الكتب كتب تعادي دين العترة الطاهرة لا أبالي بما تقوله سقيفة بني ساعدة مدحا أو قدحا ولا أبالي بما تقوله سقيفة بني طوسي مدحا أو قدحا بهذه الكتب مقياسي هو القرآن المفسر بتفسير العترة الطاهرة على هذا بايعت في بيعة الغدير وبهذا وصانا رسول الله في حديث الثقلين واعتقدوا أن الأمر بسيط وأن الحقائق واضحة وأن النتائج جلية ولكن كما يقول الشاعر ومن يكذا ثم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة هذه هي الحقيقة طبقوا هذا المضمون فيما يقوله الشاعر على واقع الحياة ومن يكذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة ترجمة نانسي قنقر